طيب الحديث عن استعدادات الاهلي للقاء السوبر يمكن كلنا عارفين الاهلي لعب اربع مباريات منذ بداية الموسم مباراتين في دوري ابطال افريقيا فالزهابا وايابا على بطل تونس ولعب مباراتين في الدوري المصري قدر يحصل ده ست نقاط من اول لقائين فوز على اسماعيلي وفوز على اسوان بنفس النتيجة واحدة مقابل لاشيه وبالتالي البداية موفقة والبداية مبشرة في انتصارات في نتائج جيدة لكن الشيء اللي ملفت للنظر واللي البعض ممكن يشوفه سلبي ان الاداء في لقاء اسوان ما كانش منتظر بشكل كويس او ما كانش الاداء اللي الناس مستنيها من فرية الاهلي في مبارات اسوان لكن الشيء الايجابي في هذه الجزئية وهي تصرحات مارسل كولر في المؤتمر الصحفي واللي اتكلم فيها ان هو مش عايز يشوف الاداء ده ومش ده المستوى اللي ممكن بيتمنىه في التوقيت الحالي ومش عايز يقول مبررات وشاف ان الفرقة عندها امكانيات افضل من كده التصرحات دي بتدل ان المدير الفني واقعي وواضح وما بيحبش يكلم فيه اي مبررات وده بالتالي بيدينا كده انطباع ان لقاء السوبر باذن الله هيكون فيه دفعة قوية جدا بالنسبة للعاب النادي الاهلي عشان تقدم افضل ما لديها في هذه المبارات خدوا بالكم مبارات القمة تحديدا من المبارات اللي انت مش محتاجة تدي فيها دوافع للعابة كده كده لابا بتبقى نازلة عارفة ان هي لازم تعمل مبارات كبيرة ومبارات كل بيتفرج عليها وبتحظى باهتمام اعلامي وجماهيري كبير جدا لكن المبارات دي تحديدا لها خصوصية خاصة انك اخر موسم او اخر موسمين رغم انك خسرت الدوري وخسرت اخر بطولة كأس ولكن انت بتفوز على الزمالك في الدوري يعني انت في نتائجك مع الزمالك في بطولة الدوري او حتى في بطولة افريقيا انت متفوق الزمالك لم ينتصر عليك في اخر سنتين تلاتة الا في لقاء كأس مصر الاخير نهاء الكاس اللي تلعب من حوالي 3 ا4 شهور لكن كل نتائجك اخر سنتين منذ نهاء دوري ابطال افريقيا مرورا بمبارات الدوري الاهلي بتفوق على الزمالك في مجموع اللقائين سواء الزهاب او لهاب في الدوري أو حتى مباراة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة اللي جاية هتوافق الجمعة المية هيكون عدة على مباراة القضية ممكن نهاية دورة أبطال إفريقيا 100 جمعة فبإذن الله إن شاء الله تكون احتفالية بالمئوية والاحتفالية ببطولة جديدة على حساب الزمالك في كأس السود